اشتركوا في القناة ويرجع ثاني مرة أخرى الدوريات والدوري الإنجليزي أقوى دوري في العالم للدوران مرة أخرى وبسبب وجود كاس العالم في الشتاء لهذا العام حصل تغيير في البوكسنج دي البوكسنج دي كان جولتين بتلعبوا في الدور الإنجليزي جولة يوم 26 ديسمبر وجولة يوم 28 ديسمبر احتفالا بعد كريسماس ولكن اختلفت الظروف هذا العام وتلعب جولة واحدة بدأت من يوم 26 وانتهت يوم 28 عشان لا تنتهي المتعة في الدوري الإنجليزي أول مباراة كانت مباراة بين برينت فورد السابل فيها توتنهام اللي تقدم فيها برينت فورد 2-0 عشان يتعادل توتنهام وتنتهي المباراة 2-2 وبعد المباراة دي تلعب أربع مباراة في نفس التوقيت انتهت جميعا بخسارة صاحب الأرض في الأربع مباراة إفرتون اللي خسر على أرضه 2-1 من فريق أولفر هامتون بهدف في دياب لس سعين بأقدام رايان نوري برايتون قدر يفوز على أساوس هامتون في أرضه وسط جماهيرو 3-1 وكريستيال بلس اللي خسر على أرضه وسط جماهيرو من نادي فولهم 3-1 في مباراة بقيادة النجم ميتروبيتش وحصل في المباراة دي حالتين طرد لكريستيال بلس والمباراة الرابعة في نفس التوقيت واستمرار لقطار سلسلة 2 انتصارات ووصوله للمركز ثالث واستمراره في المركز ثالث نادي نيو كاسل اونايتد اللي فاز على ليستور سيتي في أرضه وسط جماهيرو 3-0 في مباراة تقالت فيها النجم الميرود وبعد نهاية الأربع مباراة تلعب مباراة بين أستون فيلا على أرضه وسط جماهيرو خسر من ليفربول 3-1 في مباراة تقالت فيها نجم المصري محمد صلاح اللي احرز الهدف الأول وصنع الهدف الثاني لفاندايك والهدف الثالث احرزه بايتيتش عشان تنتهي المباراة 3-1 لنادي ليفربول والمباراة الأخيرة في نفس اليوم المتصدر كتيبة أرسنال 3-1 على وسط هام عشان يظل في المقدمة باربعين نقطة ويتصدر بطولة الدوري حتى الآن وفي اليوم الثاني تلعب مباراتين تشيلسي للسابل على أرضه بورنموس قدر يفوز عليه 2-0 ومانشيستر يونيتد للسابل على أرضه نوتن جهان فورست عشان يفوز عليه 3-0 والمباراة الأخيرة ليز يونيتد للسابل على أرضه وسط جماهيرو ومانشيستر سيتي مانشيستر سيتي آخر مباراة قبل كاس العالم خسارة على أرض وسط جماهيرو في مباراة لم يحرسيها هالند أهداف انتهت بفوز برينت فورد 2-1 المباراة ديات بيرجع هالند للتهديف بهدفين عشان يفوز على ليز يونيتد 3-1 ويصبح في ترتيب الدوري المركز الثاني ب35 نقطة وبتنتهي مباراة الجولة ديات بتصدر واستمرار في تصدر أرسنال للبطولة ب40 نقطة في المركز الثاني بيأتي مانشيستر سيتي ب35 نقطة الفريقين ب15 مباراة في المركز الثالث بيأتي المتقلق نيوكاسل لونيتد بكتيبة إيديهاو ب33 نقطة ولكن بمباراة زيادة 16 مباراة والمركز الرابع بيأتي توتنهام وفي المركز الخامس مانشيستر وفي المركز السادس ليفربول وعشان يكون زيادة في المتعة أكتر بعد كاس العالم حيتلاعب جولتين خلال أسبوع في الفترة من الجمعة 30-12 حتى 5 ينايب فيها مباراة كوية جدا جولتين كاملين حيتلاعبوا من الدور الإنجليزي البداية من يوم الجمعة اللي فيها والسهام حيستقبل برينتفورد وليفربول اللي حيستقبل ليستر سيتي يوم السبت حيتلاعب ست مباراة كاملين ويلفورحامتون لحيستقبل مان يونيتد فولهم لحيستقبل سوارسامتون مان سيتي لحيستقبل إيفرتون ونيو كاسل لحيستقبل ليتز يونيتد بورنوموس لحيستقبل كريستي البالاس والمباراة الأخيرة في اليوم برايتون لحيستقبل فيها أرسنال يوم الحد حيتلاعب مباراتين توتنهام لحيستقبل أسطن فيلا ونوتنجاهام فوريس لحيستقبل إتشيلسن ساندول السمارس السعودي نيو كاسل ونويتد كتيبة ايدهاو اللي حيروح يقابل كتيبة ارسنال ارتيتا في ملعب اليوم وارات عشان تكون واحدة من اقوال مباراة في الجولة بين المتصدر الاول وصاحب المركز الثالث نيو كاسل ونويتد هيكون في ثلاث مباراة في نفس اليوم ايفرتون هيستقبل برايتون ليستر سيتا هيستقبل توتنهام ومان يونايتد هيستقبل بورن موس ونستكمل يوم الاربع باربع مباريات ساوس هامبتون هيستقبل نوتنج هامفورست ليستو نايتد هيستقبل ويست هام أستون فيلا هيستقبل الولفز والمباراة الاخيرة في نفس اليوم كريسيا البلس هيقابل توتنهام وينتهي الأسبوع بمباراة قوية جدا يوم الخميس ساعة عشرة تشيلسي اللي هيستقبل كتيبة جوارديولا منشيستر سيتي الساعة عشرة بتوقيت مصر في مباراة قوية جدا بين تشيلسي بغيادة جرهان بوتر وكتيبة جوارديولا نتمنى متعة إن شاء الله بإذن الله لجميع في مباراة قوية جدا في الدور الإنجليزي لهذا الأسبوع ومع عود الدور الإنجليزي للدهران عادة دور بارشلونة وريال مادريد أو ريال مادريد وبرشلونة الدور الأسباني مرة أخرى للدهران الدور الأسباني اللي بيصدره قبل الجولة دي فريق بارشلونة ب37 نقطة في المركز الثاني ريال مادريد ب35 نقطة حيبدأ النهاردة الجمعة 30 ديسمبر ريال مادريد حيروح يقابل بلد الوليد في أرض وسط جاميهيرو وبرشلونة يوم السبت حيستقبل فريق إزبانيول في مباراة قوية جدا بيعود متعة الدور الأسباني مرة أخرى ونفس الأسبوع عادة الدور الفرنسي للدهران مرة أخرى اللي بيصدروا باريس سان جرمان في المركز الأول بفارق سبع نقطة عن لانس صاحب المركز الثاني خلصنا ملخصنا إن شاء الله نلتقي بكم في تقرير عن المباراة اللي تلعب